فضيلة الشيخ حبيثكم الله تضييع الأوقات مع الطيور والحيام والحمام وخصوصا الذين يقومون بتطييرها لعل لكم توجيه منكم الشيخ الحمام نهي عن المسابقة على الحمام نعم هذا جاء النهي عنه والتشديد في المنع منه لأن هذا من العبل الذي لا فائدة فيه وفيه أكل للمال بالباطل إذا أخذ عليه مسابقة مالية إذا أخذ عليه جائسة مالية أي حرام لأن هذا من الميسر ومن المسابقات المحرمة نعم